في الحرب بين الثوار وكتائب القذافي داخل مدينة سرد لا تزال مستمرة تشتد المواجهات وتحتدم المعركة ولا تزال المدينة عصية على سيطرة كاملة للثوار رغم المقاومات العنيفة من كتائب القذافي وقلاصتهم المهرة وتمركزهم في البنايات العالية الا ان تقدم مستمرا يحرزه الثوار في اعقاب اي اشتباكات يخضونها الثوار سيطروا على مبنى جامعة التحدي وسبعمائة وحدة سكنية بالمدينة فضلا عن توغولهم داخل حي الجيزة الذي توجد به شعبية الموريتانيين تم اليوم تحرير منطقة الجيزة البحرية ما يسمى بحي الموريتان وتم الدخول منطقة جامعة التحدي بسرط وتقدم الحوضة ولله الحمد وكلها بفضل الله عز وجل ثم الابطال اللي قدموا الدماء والحمد لله رب العالمين انها لعبة الحرب اذا القتال يحتدم والمواجهات تبدو ساخنة بين الثوار وما تبقى من كتائب القذافي داخل سيرت وسط تغطية جوية بقصف طائرات حلف شمال الاطلس الناتو لاهداف داخل المدينة واجواء مغبرة غطت سماء المعرك غير ان كثافة نيران القناصة تصيب بعض الثوار الذين يخوضون حربا مفتوحة ضد كتائب القذافي في محاولة منهم للسيطرة الكاملة على مدينة سيرت وتحريرها طال امد الحرب في مدينة سيرت ولم يسيطر عليها الثوار بشكل كامل وان سالت دماؤهم على ارض المدينة بغزارة يقولون في كل مرة ان اللحظة الحاسمة قد اقتربت طالما ان المعركة مستمرة والتوغل نحو وسط المدينة مستمر كذلك اسامة سيد احمد الجزيرة من داخل مدينة سيرت قدم ترجمة نانسي قنقر